لو عندك ملف بي دي اف يحتوي على سيرة الزياتية الخاصة بك وهي بياناتك ومعلوماتك الشخصية او ملف يحتوي على موضوع من الموضوعات المهمة بالنسبة لك او رسالة مجلسير ودكتوراه حضرتك امتي بتحضيرها وطلب منك احد الاشخاص انك ترسله هذا الملف ولكن انت عايز ما تسمحش لاي شخص ان يكون قادر على نسخ معلومات من الملف او ايضا يكون قادر على طباعة هذا الملف في حلقة النهاردة عرفك ازاي تحمي ملفاتك وهي ملفات البي دي اف وده يكون من خلال استخدام برنامج بسيط جدا لو حدرك عايز تعرف ما هو البرنامج وزي تستخدمه تابع معايا الحلقة للنهاية انا وقل الربيع من قناة كمبيوتر شرط تعليمية فاهلا بك في الاول هتقوم بفتح الموقع اللي زهر قدامك واسيب لك الرابط الخاص بها الموقع في الوصف اسفل فيديو وبعد كده هتروح ناحت اليسار وهتضغط على عدو اللود علشان نحمل البرنامج تنزل في الاسفل خالص هتلاقي مكتوب جيت فري بيزيك فيرشن نضغط على دول لود عشان يبدأ البرنامج في التحميل وبعد ما بينتهي البرنامج من التحميل بتروح على المكان الموجود فيه التحميلات الخاصة بيك على جهازك انا عندي تحميلات على التنزيلات هنروح على التنزيلات هنلاقي البرنامج موجودة عندنا هنضغط عليها double click عشان نسبت البرنامج على جهازنا بعدين نضغط yes او نعم وبتظهر قدامك الشاشة اللي انت شايفها كل اللي عليك انك تضغط على next زي وزي اي برنامج عادي جدا بنسبته بطريقة عادية جدا next بعدين نقول له i accept بعدين نقول له next ونسبل طبعا الخيارات دي زي ما هي وبعدين نضغط على next وبعدين نقول له هنا next ايضا وبعدين نقول له install وننتظر حتى يتم تثبيت البرنامج على الجهاز بكده تم انتهاء تثبيت البرنامج كل اللي عليك انك تضغط على finish بعد كده بتروح على صوت المكتب الخاص بيك بتلاقي ثلاث ايكونات خاصين من البرنامج طبعا الايكون اللي تهمينها اللي هي pdf tools بنضغط عليها double click بتدينا مجموعة من الاوبشنات او الاعدادات كل اللي يهمينها هو الاعداد رقم 3 اللي هو encrypt and descript options وهي اعدادات التشفير وعدم التشفير بنضغط عليها هنا بيطلب منك الملف اللي انت عايز تعمله عملية حماية او عملية تشفير بنحدد الملف ونقول له open بدينا مجموعة من الخيارات وهي خيارات التشفير هنشرحها طبعا مع بعض اول حاجة user password ودي كلمة السر اللي بتكون مع الشخص الاخر لو تم ادخال هذه الكلمة هيقدر الشخص ان هو يقرض الملف فقط ولكن owner password لو الشخص استخدم هذه كلمة سر هيقدر ان هو يعرض الملف وايضا يتعامل مع الملف يعني هيقدر ان هو ينسخ من الملف او يطبع الملف وهوريك بالدليل هنيجي مثلا على user password ونكتب 1 2 3 وهي الونر password هنكتب مثلا 1 2 3 4 طبعا هنا عندي مستوى التشفير مستوى التشفير طبعا بنختار اعلى مستوى هنا بنلغي كل الاعدادات اللي عندنا وهي اعدادات خاصة بالبرندنج اللي هيطبع على الموضيفي التعديل الكوبي النسخ هنا الموضيفي ايضا اللي هيشعرات التعديل الفيل الاسكرين ريدرز طبعا فيه بعد البرنامج بتعمل عملية قراءة للشاشة بنلغي كل الاعدادات دي وبعدين نضغط على encrypt as هنا بيقول لي اسم البرنامج هيكون ايه؟ هنكتب مثلا تجربة وبنحدد المكان اللي هنحفظ فيه الملف وبعدين نقول له save بيفتح معنا الملف زي ما حدرك شايف هنا بيقول لي ادخل كلمة سر هنجرب طبعا كلمات السر اللي احنا استخدمناها علشان اوري لحضرتك الفرق هكتب الاول user password واحد اثنين تلاتة وقول له فتح الملف فتح معي الملف فعلا زي ما انت شايف قادر ان انا اعرضه اهو لكن انا لو جيت انسخ الملف او انسخ حاجة من الملف مش هعرف نحدد كده نضغط click mean هلاقي طبعا النسخ مش موجود معايا طب نبص على الطباعة ايضا مش موجودة معانا مش متفعالة طبعا ان انا اكون قادر على الطباعة طب نقفل ملف كده نقفل خالص كده نقفل كل ده ونيجي على الملف بتاعنا هو اللي هو تجربة نفتحه وندخل هنا كلمة السر الخاصة بي صاحب الملف نفسه واحد اثنين تلاتة اربعة لها ونقول له فتح ملف لو حددت كده ونطلو click mean اقدر ان انا انسخ كلمة نسخ هي موجودة معايا وعندي ايضا في الطباعة لو ضغطت عليها اقدر ايضا ان انا اطبع الملف زي ما انت شايف اقدر ان انا اطبعه طيب نرجع كده الملف مرة اخرى نضغط تجربة الملف اهو وهندخل user password واحد اثنين تلاتة وقول له فتح اجي انسخ هلاقي النسخ مش موجود معايا هاجي على الطباعة ايضا زي ما حددك شايف هلاقي الطباعة مش متفعالة معايا يبقى انا بكده عملت عملية تشفير للبرنامج او للملف بتاعي وما يقدرش اي شخص ان هو يعمل اي حاجة على البرنامج الا من خلال اذني انا وبكده وصلت لنهاية الحلقة اولا وعجبك الفيديو ما تسساش تعمل لك وشيل للفيديو وليت تكتب لي في اول مرة تشوف هذه الطريقة ولا اول مرة تشاهد القناة يسعدني وشرفني انضمامك للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل لتصل كل الفيديوهات الجديدة والحصفية من القناة اشتركوا في القناة